وأما العملية فهي وضع الشيء في موضعه اللائق به ووصف الله سبحانه وتعالى بالحكمة هذا مشهور ومنثور في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه في غير ما آية بأنه العزيز الحكيم العليم الحكيم وهكذا وأما الحكمة بنوعيها فتعني الحكمة في خلق الله والحكمة في شرع الله وعمره وهذا كله موجود في كتاب الله عز وجل ومبين بأدلته أما القرآن فقد وصف أيضا بالحكمة في غير ما آية فهو كلام الله وكلام الحكيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ووصف القرآن بالحكمة يعني أن الحكمة مستقرة فيه وهو حقائق المعارف وما يتعفر عليها من الشرائع والعبر والرجوء رجوء الإنسان إلى كتاب الله عز وجل في كل أموره هو عين الحكمة ومنبع السواب وأيضا الأنبياء أنبياء الله سبحانه وتعالى قد وصفوا أيضا بالحكمة وظهرت معالم الحكمة في دعوتهم وهناك غير ما آية تدل على هذا المعنى وقد تجلت حكمة الأنبياء في دعواتهم في دعوة إبراهيم عليه السلام في دعوة نبي الله موسى وهارون في دعوة يوسف عليه السلام وكل أنبياء الله عز وجل الذين دعوا إلى التوحيد وإلى الحق كانت الحكمة ملازمة لدعوتهم والتبيين الحسن قرين لأقوالهم أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا حدث ولا حرج فهو المبعوث بالحكمة والرحمة والمأمور بالدعوة بالدعوة بها والمعيذة الحسنة اختيار كل نبي ما يناسب قومه من طرق الدعوة وصبول الإفهم أما المبحث الرابع فاتحدثت عنه كما قلت عن أركان الحكمة وطرق اقتسابها وللحكمة ثلاثة أركان الأول العلم والثاني الحلم والثالث الأنات وهذا كله جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أشهرها حديث أشج عبد القيس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناه وهذا حديث خرجه مسلم من حديث ابن عباس أما طرق اقتساب الحكمة فتتحصل في أمور أولا السلوك الحسن والتجارب تعني مآيشة الأحداث وممارسة الأفعال وتطبيقها في الواقع والوقوف على نتائجها وثمراتها الحسنة والسيئة والإيجابية والسلبية فمن جرب الأمور وسبر الأحداث وآيشها اكتسب حكمة لا تكون لغيره ثم تحدثوا في المبحث القامس عن مظاهر هذه كلها فيها هناك تفاصيل وهناك أدلة ونمازج أما المبحث القامس فتحدثوا عن مظاهر الحكمة في الدعوة إلى الله وتتجلى هذه المظاهر في الأمور الآتية أذكرها بالسرد فقط السياسة الحكيمة السياسة الحكيمة هذه السياسة الحكيمة تتجلى في حياة الدائية أولا في تحر الأوقات المناسبة للدعوة والموعدة والتعليم والنصح وهذا له أثره في سماء الحق وفهمه وقبوله الأمر الثاني من السياسة الحكيمة أيضا ترك أمر يعني اتقاء للفتنة وهذا أيضا له أمثلته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وثالثا تأليف القلوب بالمال أحيانا ورابئا تأليف القلوب بالجاه أحيانا وهذا كله ظهر جليا في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الحكيمة مع أصحابه وغيرهم ورابئا التأليف بالعفو في موضع الانتقام والإحسان في مكان الإساءة وهذا أيضا قد مدح الله سبحانه وتعالى رسوله بهذا كذلك السيرة الحسنة السيرة الحسنة أيضا من المظاهر السياسة الحكيمة ومن أيضا الطرق اقتسابي من مظاهر الحكمة أيضا الرفق والتيسير الرفق والتيسير وهذا أدلته ونصوصه كثيرة ومعروفة والثالث الأسلوب الحسن هذا أيضا من مظاهر الحكمة الأسلوب الحسن وهذا أيضا أدلته ونصوصه كثيرة ومعروفة من ذلك طوله تعالى وقولوا للناس حسنة وقول لعبادي يقولوا للتي هي أحسن هذه كلها نصوصها موجودة في كتاب الله عز وجل وموجودة أيضا عندي البحث والمبحث الثالث والأخير مواقف حكيمة في سيرته صلى الله عليه وسلم وهذه تعرف بنماذجها وهي كثيرة تتجلى فيها مواقف حكيمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قصته مع ثمامة ابن أثال وهي معروفة في سعي مسلم كذلك قصته مع الأعرابي الذي بال في المسجد والأمس كانت هناك ورقة هنا نوطشت في هذا الباب أو قدمت في هذا الباب كذلك في قصته مع معاوية بن الحكم السلمي وهي أيضا جما أخرجه مسلم في صحيحه وكذلك موقفه مع الشاب الذي استأدنه في الزنا كذلك موقفه مع يهود كانوا يحيونه بالموت يقولون أسام عليك وكذلك موقفه مع زئيم المنافقين بالمدينة عبد الله بن أبي بن سلول وكل هذه النماذج معروضة ومفسلة في البحث وهذا خلاصة ما في البحث البحث لم ينتهي وأستسمحكم العذر فالمفروض أن تكون هناك نتائج تستنتج من هذه الأوراق لكن إن شاء الله عندما تنتهي سوف تكون هذه الوراقة بين أيديكم وشكرا لكم جميعا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم أمره بليانة الأمن في سعادة الأمن وشكرا لكم نظر لأن الوقت وقفة خمس أوراق في الحديث وراءة الأمن وعلى من المجيد والمجيد للأجهدين ومجيد خمس أوراق أمره بلي من هذه الحوة الخير فاتصو الله الخير أمره بليس لشيخ أمره الدكتور محمد جنبو جميعا 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 تلسلوا على لك اشتركوا في القناة 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 من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتران ابني آدم هذا مقتضى الأسرية ثم جاء التصريح فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه وهو أيضا نص على يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي وفيه عنف قولي وستلاحظون أن في القصة القاتل تكلم بجملة واحدة فقط لم يرد له كلام قبل العملية غير هذه الجملة قال لأقتلنك وهذا تهديد بالقتل وهو عنف ثم كذلك المظهر الثالث هو الفعلية وهذا أكثر ما قام به وهو الفعل فطوعك له نفسه قتل أخيه فقتله هذا أيضا عنف فعلي وكذلك الذاتية هناك ما يسمى بالعنف الذاتي والعنف على الغير ففي هذه القصة عنف على الذات وذلك تمثل في الندمه والدعوة على نفسه بالحصرة يا ويلة أعجزت أن أكون وكذلك وصف الله تبارك وتعالى له بكونه من الخاسرين ومن النادمين المظهر الآخر للعنف هو الغيرية أنه تعدى على غيره وهذا ظاهر كذلك ثم يقسمون العنف إلى أيضا عفد ديني واجتماعي وسياسي وغير ذلك وهذا يدخل في صميم العنف الديني لأن سبب هذا العنف هو قربان تقرب به إلى الله عز وجل فقبل لهذا ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك هذه هي المظاهر فهذه القصة مكتملة في كلامها عن العنف وشمولها لأكثر أنواع العنف التي يتداوله الدارسون وقد بدأ في هذه القصة سببان بارزان للعنف الأول منصوص علي والثاني مستنبط وظاهر المنصوص عليه هو الهوى فطوعت له نفسه طوعت له فطاوعها السلف عبروا عن معنى المطاوعة بعبارات مختلفة كلها تؤدي إلى أنه أطاع هوى نفسه بعد تردد وبعد صدام داخلي مع النفس الأمارة بالسوء والفطرة الخلقية عنده وأما السبب الثاني فهو الهسد فهو الحسد نتطرق إلى الأمر الأخير وهو العلاج هذه القصة كما قلت في الخلاصة اجتملت على نواحيها عديدة للعلاج لهذه أو هذا النوع من العنف خصوصا العنف الأسري سأسرد فقط العلاج من أجل الوقت أولا هو التربية النفس على التقوى إنما يتقبل الله من المتقين التعريف بالعنف وأضراره هذا هو التعليم ففي القصة تشنيع على العنف بوصفه ظلما وأن مرد صاحبه إلى النار وأن مقترفه أصبح من الخاسرين ومن النادمين وسمي أيضا بالأجل من أجل ذلك وقالوا الأجل أصده جريما التي يخاف منها أجلا وأن مقترفه أصبح من الخاسرين وكذلك الصبر قال لإن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط والوعظ والإرشاد انظروا كيف أن هذا المقتول أخذ وقتا طويلا يعظ هذا القاتل المهدد بالقتل الحوار مع أصحاب العنف ويلاحظ أن الحوار مع أصحاب العنف يحتاج إلى صبر طويل لذلك قلت لكم عند التدبر أنه قبل العنف تكلم بكلمة واحدة فقط ولم يتكلم بكلام طويل إلا بعدما ندم على ما فعل ولم يدرم السبيل إلى موارات سوءة أخي الترغيب والترهيب كما في الوعيد بالنار ثم التعليم بالتمثيل كما جاء في تمثيل الغراب فبعث الله غرابا إحياء روح الأخوة في نفوس أصحاب العنف انظروا كيف ورد ابن آدم والأخوة وأخي أخي أخي مرتين في القصة ثم فتح أبواب التوبة أمام أصحاب العنف ودعوتهم إليه وكذلك التشريعات الرادعة حين لا تغني كل هذه التدابير العلاجية ففيها تدابير استباقية وفيها علاج عند ورود أو الوقوع في العنف وتفاصيل هذه ترد إن شاء الله في المقال وختمت بأن التعليم القولي والقدوة والموعظة الحسنة بسوء خاتمة العنف ثم تطبيق الحدود على النطاقين الأسري والمجتمعي هي سبل علاج العنف الأسري الأسري كما أوحى به قصة ابني آدم الواردة في صورة العقود والأحكام أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وأن يقلل من العنف في أسرنا وشكرا للاستماع والسلام عليكم ورحمة الله 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 النهضة النهضة اللعنف الأسر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لذا تحدث هذه الدراسة إلى إدراز أداب التعامل مع أفراد الأسرة وإنزال كل شخص منزلته فيها ودراسة أسباب العنف العسري مع طره الرؤية الملائمة لمعالجتها ولذلك سلك الباحث في إزالة ذلك المنحج الوصفي الذي يقوم بوصف المعاشرة الزوجية المثالية وظاحرة العنف العسري واستقراء أشكالها ثم المنحج التحليلي الذي يركز على تحليل أسباب العنف وتأسيلها على الكسرة بأكملها ويتكون البحث على ثلاث محاور المحور الأول مقاصد الشريعة في تكوين الأسرة والمحور الثاني أسباب العنف الأسري وأثاره ثم المحور الثالث المعاشرة الزوجية المثالية وأثارها في إزالة العنف الأسري ومن نتائج المتوقعة في الدراسة أنها ستوضح أسباب العنف الأسري لتجفيف منابعها وتوضح مقصد تكوين الأسرة للمتزوجين وللمقبلين على الزواج وهذا يدربهم على التعامل مع الواقع الأسري ومتطلباته بما يوافق مراد الشارع الحكيم المقدمة وعلى آله واصحابه الكرام وأما بعد فقد تميز الإسلام بتحقيق العدل والتسامح ومراءة مصالح الإباد والدعوة إلى اللطف والرحمة والإحسان في كل شيء وأولى الإسلام الأسرة إناية فائقة وصلت الضوء على بيان الأحكام والآداب المتعلقة بإنشاء الأسرة فالأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله ولذا فرد لها ما يكفل سلامتها وسعادتها فاعتبر الإسلام الأسرة مؤسسة تقوم على شراكة بين إثنين المسؤول الأول هو الزوج والمرأة تأتي في المرتبة الثانية وجعل الإسلام لكل من الشريكين على صاحب حقوقا تكفل بأدائها استقرار هذه المؤسسة واستمرارها وهس كل من الشريكين أن يؤدي ما عليه وأن يبدأ الطرف أما يحدث من تقصير في حقوقه أحيانا طيب الآن إلى المحور الأول مقاصد الشريعة في تكوين الأسرة قد وضعت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية مقاصد لبناء الأسرة والحفاظ عليها وحمايتها من الأخطار التي يمكن أن تصعف بها فرسالة الإسلام رسالة عالمية صالحة لكل زمان ومكان يعني فهي شريعة خرجة أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم وختم بها الشراع والرسالات وقد رسم الإسلام مقاصد وفوائد في الدارين للزواج ومن تلك المقاصد والفوائد ما يلي أولا حفظ النصر وتقصيره بغض إعمار الكون وبقاء النوء الإنسان وكذلك إكسار أفراد الأمة المسلمة وتقويتها وتمكينها في وجود الحياة الكوني هذا أولا وسانيا حفظ النصر والعرد من جانب الوجود ومن جانب الآدم وسيانته من الفوضة والافتلاق والتدافل والتلاعب والنسل الذي ذكرناه بأنه مقصد شرعي للنكاح هو النسل المضبوط والمنضبط بمعرفة النسب الصحيح وإلحاق الفرو بأسولها الحقيقية ومرأة الكرامة والعفة والحياة ومن يكون لما يخل بحق الإنسان في النسب الصحيح والمقصد الثالث تحقيق السكون والمودة والرحمة بين الزوجين وتحقيق التعلف والتعاون بين ألالبر والتقوى ودوام العشرة بالمعروف ورابعا بيان الأسرة المسلمة وإجاد المجتمع الصالح من مقاصد الشرعية في النكاح بناء الأسرة المسلمة المكونة من الزوجين الشريعين يعني والأسرة المعانية التي تطيء ربها وتعمل بأحكامها وتعليمها وتسحم في بناء المجتمع الإسلامي الصالح فبالجملة تتكون مقصد الشارف تكون الأسرة إعفاء المرء نفسه وزوجه أن الوقوع في الحرام وحفظ النوع الإنسان من الزوال والانقراط من الإنجاب والتوالد وبقاء النسل وحفظ النسل وإقامة الأسرة التي يتم بها تنظيم المجتمع وإجاد التعاون بين أفراد الأسرة الآن نأتي إلى أسباب العنف والأسر العنف الأسري تفضل بها سماعة الدكتور وكثرت مداخلات بالأمس واليوم على تعريفات التي تتعلق بالعنف الأسري فلذلك لا حدث لذكره هنا وقد نواصل الكلام بعد تعريفه والعنف من الطبائل الجاهلية أصلا التي قضى عليها الإسلام لماذا؟ لأن الإسلام دين الرحمة والتسامح ويوضع كل ذي حق حقه ويحافظ على حقوق الضعفاء والمتأمل في آيات القرآن الكريم يظهر له ذلك جلياً ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ اِدْفَعْ بِالَّتِهِ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنه ولي حميم فهذه الآية تدل على الأمر بالرفق وترك العنف والغلظة أما فيما يتعلق بمفهوم الأسرة فالأسرة من الأسر وهي القوة والحبس ومنه سمي الأسير وتطلق الأسرة ويراد بها عشيرة الرجل وأهل بيته لأنه يتقوى بهم وتأتي بمعنى الدرع الحصينة وأما مفهوم العنف العسري وقد تفضل به السابق هو إذن لكن الأنف العسري هو تصرف مقصود يلحق الأذى أو الدرر المادي والمعنوي بأحد أفراد الأسرة ويكون صادرا من قبل عدو آخر من نفس الأسرة طيب ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الأنف إن تهديد هذه الأسباب من أصعب القضايا لماذا؟ لأن الأسباب المستمع فيه لا يمكن إرزاؤها إلى مصدر واحد ويحاول البحث هنا ذكر بعض الأسباب التي تؤدي إلى العنف منها ما يتعلق بالمؤنف ومنها ما يتعلق بالمؤنف أي أني الذي يقوى عليه العنف ومن دمي هذه الأسباب أولا دعف الوازع الديني والأخلاقي وسوف فهم بعض النسوس الدينية والأحكام مثل دعف الوازع الديني والأخلاقي طيب إن شاء الله إذن نذهب إلى الخاتمة وباشرة بسم الله الرحمن الرحيم الخاتمة يعني فقد ذكر البحث الأسباب التي تؤدي إلى العنف الأسري ومنها الانحرافات الدينية والأخلاقية التي بدأتها لسهولها وكذلك الأسباب النفسية والأسرية والتأثر بالأفلام العليفة وكذلك غياب أسلوب الإقناء والحوار والتشاور بين أفراد الأسرة ويتسبب العنف الأسري في حدوث آثار سلبية متعددة وقد تكون أحيانا على الأسرة وقد تكون أحيانا على المجتمع بأسره وقد رتب الباحث مجموعة من الحمايات التي تستوجب مطالبة الأفراد والمجتمع بها لتأمين الأسر من العرف الأسري منها حماية ذاتية تتمصل في الالتزام بتعليم الإسلام والسمحة وتطبيقها في الحياة الأسرية والحب والمودة والتعاون في تدبير أمور البيت والاحترام المتبادل بين أعضاء الأسرة وهناك حماية جماعية تتمصل في إصدار التشريعات التي تحمي من الأوف الأسري وتفعيلها إن وجدت وكذلك تأسيس مؤسسات إسلامية إسلامية تحتم بقضية الأنف الأسري ومن دمنها هذه المؤتمرات وعليه يوصل الباحث بالآتي على المتزوجين الاحتمام بالمدح والسناء على بعضهم البعض لأنهما من اللمسات التي تؤطي الحياة الزوجية جمالا ورونكا وحيوية فهي بمسابة مكافأة نفسية لطرفي العلاقات الزوجية وبدونها تصبح الحياة جافة ثانيا اتباع الأساليب الوائية في التحاول بين أفراد الأسرة ثالثا اشباء احتياجات الأبناء النفسية والاستماعية والسلوكية وذلك المادية رابيا التقليل من مشاهدة مناظر الأنف على أجهزة التلفاز وخامسا أدم الاعتماد على المربيات في إدارة شؤون البيت وخامسا أدم الاعتماد على المشاورة في التعامل مع الأبناء وغرس القيم والمبادئ هذا أهم شيء فيما تعلق بالتحسيات وغرس القيم والمبادئ والأخلاق في نفسهم منذ صغرهم مع متابعة ذلك وتوزيههم هذا وصلى الله وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله 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 اعلم بالطبع هذه المقالة التي جمع الباحثون الثلاثة يعني أنا وإصحاك ومحمد ثاني أبو بكر فأما منذ هذه المقالة فهو دور منهج التاريخي الخلدوني في محارفة العنف فمستخلص المقالة فلما كان العنف ووسائله من أكبر المعويقات التي يشتكي منها المجتمع البشري كان ذلك مما لا بد من إعادة النذر والبحث فيه أن طرق صالحة لإزالة ذلك المعويق الجليل حتى يعيش الناس عاملين وفي راحة بعد فمن أجل تلك الطرق إشغال أفكار الناس ونظرياتهم بأسلوب تاريخي جديد ممتع مثل هذا المجهود الذي قام به المنهج الخلدوني التاريخي الجديد حيث جعل التاريخ يعني يبين نظريات البيئة والأخبار بشياغة تاريخية ممتعات جدا مع تصفية النفوس إلى شيء من طبيعة آتيبة وابتعادهم عن الأخلاق الرذيلة فألا هذا نقول إن الحديث عن التاريخ كعلم من العلوم الإنسانية فلابد لنا في ذلك من معرفة منحجه وطرق كتابته وقد حاول المؤرخون منذ القديم الاشتهاد في وطع منحة تاريخي مقبول يعبر عن الحقيقة بعيدا عن الذاتية والخيال وغيرهما من الشوائف التي تتلسق به ومن خلال هذه المقالة حاول الباهثون توضيها مفهوم التاريخ عند ابن خلدون وأسس منهجه ثم نقضي أن بعد من سبقه في كتابة التاريخ لما وضعوه في تأليفهم بدون توثيق مقبول ثم ذكر الباحثون أقوال أهل العلم عن منهج الخلدون بين الموافق والمخالف ثم اختتموا هذه المقالة بذكر مبضع يسيرة من مساهمات ابن خلدون في محاربة العنف وتسأى هذه المقالة إلى تبين كل ذلك من خلال كتابه المقدمة يعني المشهورة إن شاء الله وتعالى فهذا البحث يعني له خطة خططنا له خطة ما هو بمثابة الحيكل لهذه المقالة فأما حيكل هذه المقالة وخطتها يعني تجتمل على المقدمة ثم خمسة محاور المحور الأول هو التعريف بابن خلدون والمحور الثاني مفهوم التاريخي مفهوم التاريخي عند ابن خلدون والمحور الثالث أسس المنهج التاريخي عند ابن خلدون وأما المحور الرابع أقوال أهل العلم في منهج ابن خلدون والمحور الخامس الأخير دور المنهج الخلدوني في محاربة العنف ثم الخاتمة وقائمة المسادر والمراجع فأما ما نقوم بتبينه وتفصيله هو الدول الخامس الذي هو له علاقة كبيرة بهذه الجلسة وهو المحور الخامس دول المنهج الخلدوني في محارفة العنص فقد حارب من خلدون قضية خطيرة من القضايا التربوية وهي درب التلاميذ وقصوة الآباء للأبناء وهو يرى أن ذلك يؤثر على المتعلم ويدفعه إلى الكذب والنفاق تجنبا لما يجب لما يجب دربه كما يتعلم أيضا ترك المكر والخديئة يعني المتعلم يتعلم ترك المكر والخديئة إذا كان يؤدب بهذه السياغة ويتأود على إنشاء سياغ المكر فتصبح هذه الصفات المضمومة من أخلاقه ويؤثر ذلك على إنسانيته من حيث مؤاملات الآخرين ويقتل فيه روح الحماسة والعزة ويصبح سلبيا ويعتمد على غير يعني غير خديئة طيبة وتضعف حمته في كسب الفضائل والأخلاق الجميلة وبذلك يفصل المجتمع مجتمع ويوسي بن خلدون الآباء والمؤلمين بأدم العنف والقسوى والغرضة مع الأمناء والمتعلمين فهكذا حارب بن خلدون وسائل تصرب العنف عن طريق التاريخ في مقدمته من خلال تنزيح الأبرياء عن تلويث المنحرفين الكاذبين الذين بثوا الوشاية والنكاية على الأسرة الطاهرة وجعلوها كشجرة خبيثة فأب الله إلا أن تكون شجرة طيبة أصلها ثابت وفرؤها في السماء فماذ ذهب بن خلدون منحج التاريخ وذلك بتبيين كذب الكاذبين وقياس القصاص والأخبار وقياس القصاصين والمخبرين غير مجرد الاجتماع على الهوايات وكذلك معرفة أحوال طبيعة الزمان والمكان كما تقدم لنا في المنهج الخلدوني يعني بتفسيل في المنهج في المحاور المتقدمة ومن أنثرة تلك الوشايات التي غرسها المؤرخون ما ذكروه عن طريق قصة العباسة اخت هارون الرشيد ما جعفر من يحيا ابن خالد مولاه حيث ذأم أنه فعل بها الأفائيل الماجنة في هالة السكر وهملت وشة ووشع بذلك ووشي بذلك للرشيد فهذه الخرافات وأمثالها مهتان وافتراء يعني من المختلقين في كتبهم التاريخية وفي أصلنا هذا كثر الاختلاك وأقاويل شريعة يضاف إلى المحسنات المؤمنات ويرمى بها المؤمنين الأبرياء في كل زمان ومكان لأسيما في وقتنا الراهل حيث كثرت فيه طرق ووسائل الإلام التي تموج برسائل عامتها بعيدا عن الحق والسرق وقد حارب الإسلام العنف وزجر القرآن عن التخلق به وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبه على ما فعلتم نادمين وأما أقوى الصلاح لمحارفة العنف هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله وسلم والعمل بهما لأن الهدى هدى الله ورسوله ويختتم هذا البحث بهذه النتائج يعني ينتهي إلى هذه النتائج أما النتيجة الأولى يعني يؤد بن خلدون من أول الأولماء المسلمين الذين حاولوا وطأ منحج منحج علمي لكتابة التاريخ الثاني أكد بن خلدون أهمية التاريخ هو علم كائم بذاته ويرتبط بغيره ثم حاول منحج وضع منحج علمي لكتابة التاريخ يعتمد على النقب وآدم قبول كل ما يسرط من الروايات الموضوعة التي يعني تداف إلى الإسلام وتداف له هذا العنف الذي لم يكن لم ترد لفظيته حتى في القرآن وخاصة ما يخالف الأقل والواقع قالب بن خلدون المؤرخين بالبحث في الأصاليف في الأصباب والعلل وكل ما يرتبط بالحادثة التاريخية وواجه المنهج الخلدوني الكثير من النقط إجابا وسلبا صاهم المنهج الخلدوني في محارفة العنف ولعب دورا رائعا بذلك ثم ما قام بتوصيته واقتراحه واقتراحه الباحثون ما سيأتي ذكره هنا إن شاء الله وهي اقتراحات وتوصيات الخمسة الأولى على الباحثون على الباحثين على اتناء فيما ذهب إليه بن خلدون في رسائلهم العلمية من حيث التوثيك مع التزام بالمقتراحات الصحيحة بالمنهج الخلدوني ثم قالوا يرى الباحثون أن المنهج الخلدوني يناسب لجميع مراحل العلمية ثم الثالث قالوا يمكن محاربة العنف عن طريق سرد الحوادث والحقائق الشادقة بدون تحريف ثم قالوا حاربوا المنهج الخلدوني افتراءات المنشئين على الإسلام ودعوة تعنفه الخامس أسس الإسلام أسس الإسلام كائدة التبين يعني أسس الإسلام كائدة التبين في الأمور ودفء ظلم الظالمين قال إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتسببوا على ما فعلتم نادمين ثم قال أيضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم مبارك الله فيكم وشكرا جزيلا مبارك الله شكرا شكرا بمثل 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 طيب الآن فرصة ببطية الخطور لقيم يثل هذه الأوراق التي قدمت باستثارات إضافات تعليقات تضيحات حتى مدة نهاية فترة هذه الجلسة وإذا كان هناك استثار أو إضافة أو تعليق أو إنتقال حتى ممكن ممكن قرصة للمتدفل عمل للمعلمة نعم نعم طيب بعد ذلك يكون هناك فإندي تقليق بسيط على الورقة الأولى التي قدمها شيخنا أستاذ الدولتور ثاني أمار موسى الحكمة وعثمها بالدعوة إلى الله هذا الموضوع الحكمة وعثمها بالدعوة إلى الله وعثمها 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 أن الموضوع خارجة عن دائرة المحور العساسي للمغتمر وهو المغتمر ففي الحقيقة الموضوع من سنة إلى سنة المحور العساسي وهو على المغتمر المغتمر الرغم الدعوي موجود على هذا كصالف أن يصطل على هذا مصطلع الأم مثلا الحكمة الحكمة تمنع وتقني من المدعوين التعنف والإعراء عن الجانب ومثلا نذكر نرى قصة من القصص التي ذكرها موسيق هي قصة لنا موسى وهابون الذي أرثلا إلى كرعه في قوله سبحانه وتعالى أعوذ لله من الشيطان والرجيم وقوه أظلم لينا لعله يتذكر أو يفسع الضول الضول للمدعو يؤذر به أكثر وأكثر إنما يكون الإنسان غريثا وشديدا على المدعو حتى ممكن لا يسمع ما تقول عساسا برعا يتذكر منك عما بأسلوك التي تهارب العنف بهذا الأسلوك هذا الذي فقد هو بدل أن أضيف إليه هذا من جانب من جانب آخر تعليق ثاني هو كالثراح استخدام مصطلح ثقافة للأم ثقافة 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 كثير من البعات التي يستطيعون على الضول ثقافة الزهر نسبه ثقافة 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 اختلاق الإنسان واقتصابه من كل فن بطرف مثلا ثقافة ثقافة في جانب ل journeys بأخراق نسبية علمية علمية ليس من ضرورة أن تكون جيدة لكنها علمية فالإلمية بها انتزام وفيها نوم من الارتفاق والالتزام والانتباط فأما الظلط في الشلال وفي الغزة وفي الشدة وفي الظلم وفي 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 فأعتقد الثقافة بريئة من الارتف ممكن نقول زاهرة العم زاهرة العم ممكن عما ثقافة العم عندنا يعني نطني على العم و نشجل آخرين لأننا الشباب يريدون أن يكونوا متقفين صور العم يريدون أن يكونوا متقفين فإذا خليني أتثقف ثقافة العم لأنها من النوم من التقاف لا زاهرة العم ممكن أو رزيدة العم أنا لا في العم الخوف بالتخويف قليلا نسب العم بالرزيلة وهو من الرزائل بدون شأن الأخلاق السيئة هذا ثالثا سوف أعطيك فرصة إن شاء الله لأنني أعطيكم فرصة في البداية و لا يستطيع فعل ذلك أنا قلت في البداية آخر مداخلة هي مثل هذه المؤتمرات التي تجرى و توقفت هي خرصة لي التقاف الخبراء من امتبار المتففين والعلماء والمتخسسين مع المتوصلين و كذلك من أكاديميين المتدين فخلالها نتعلم و نقصد الخبرات و أريد أن أشير إلى بعض الموروض التي قدمها المكاتبين في التقديم لا تحتاج كثيرا في تقديم الأوراق في المؤتمرات الدولية و النقوات العالمية مثل هذه لا تحتاج إلى تراح 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 من الوراق لأننا لأننا سوفا لا تحتاج إلى كورسة زمن كافي لتراح أو رفقة هذا من جانب و من يالي الآخر وناكت الله يتحسوه وأننا في الوراق فالأكتح تحتاج إلى سيطرها كما من جنبور هذا يتحدث وطال لأهو قطة وفعل قطة من لا كذلك وفعل لا تحتاج إلى وفعل هذا يتحدث في الجانع وفي الأكادمية لا تحتاج إلى كل شيء وفعل إلا أن لا يمكن أن نقوم بأن يتحدث تحتاج إلى إلى أكتب إلى الأكادمية وفعل أكتب إلى أكتب إلى جيدة وشميلة ومستقيمة إن شاء الله وفي المستقبل إن شاء الله هؤلاء وفي الأكتب إلى أكتب إلى الله خير كل مقنمي آخر أبدا أليس هل هل أبدا هل هل أمع 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 أمن آخر منا أمع أسمك أمع أمن اشتركوا في القناة 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 لايسا سطاق في الناس كل من رعاها في نظر الإسلام يرى كيف يجعل تطاق فيها لأن السحادة والكتوب من جاهدية الجاهدية تلحان مرور لا يدوني وإن كان يحضر طواعيه يعني العلم يكثير ولكن لا يدوني وكل من الحال حتى السراء وهذا الأجلال يعني مجرد الذين يفعلون الأقعيم لا يدوني بأنفسي أن تتحق عليهم من هذه الضواجب فإذا كنت هذا لأن مع الأمر تشتري كل هذه الضواجب من الكلمات والأفعاد وكما أننا فعلا الإسلام أتى مثل الحال كل من الحروب سواهم لتالك المسلمين والذين والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إنما يعني 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 أو لا أتمنى على معرفة اوغرب الله ، عما ، عما ، على ج hemisphere ، متأكدة الاحداث Main Russian السلام عليكم proposeков الله خير Después, أهلا معنا لا عليها فقط فيه ناحية ويدكر كثيراً فيما نسمع من الأوراق وهي هذه المصرحة حقاً تأخذ حدودة المهمة تبقى في حدود الطاقة ومثل في قضية الحكمة كمان في أوراق بفضيلة الطريق وعلى وجودها وضواليدها وعلى الأحيان تكون هناك خلل أحد الناس في هذه الأشياء فالحكمة يجعلون أمرانها بالرخاوة والضغط تذكر قبل قليل فقط كيف يمكن أن تكون هناك خلال الظاكرة يعني أحد الناس المصر يقول لها قلت أن تقوموا بوجع الحرب الظاكرة لكن لا تفعل أن يقول لها فقلنا حكمة ألا لا يفهم وبالتالي نحن نقول تهتماً إذا كانت المعالجة الصحية فليأكد فإذا كان هناك حكمة حسنة وحكمة سيئة فهذا ينبغي المنكزة عاملة لتعابل مع رؤية الصحية فإذا كنت معنا مسلوة ولم تكون ناجعة فعندما نكون أخطاء في استرحال الحكمة وليس على أن أهل الحكمة التي لاتت من هذه السيئة هذا الذي أردت مؤكد عليه ومن دوعين لم يقوموا السلبية لأننا نقول العنف هذا أعتبره شيئاً سلبياً وإذا لوك الله نعناك الشيء في القرآن وفيه دعوة إليه هذا عندنا نحن لابس فيها العنف لأن العنف عندنا سال شيئاً يعني سودياً حسب للسيئة وشكراً يا أصحابي الأوراق ويا ريسي كاتسا ولذلكم أخيراً السلام عليكم وحباً طيب جزا الله لكل المناخلي بإسراء هذه النقاشة الجميلة المفيدة والذي كبيراً الحمد لله من يفيد حقابتنا وفيه ثقابتنا الإلمية ليس ثقابة العمد وعلى ذلك أظهروا فسوك واسم محاربة مصطلع ثقابة العمد أبداً للمسلمين المجرمين أبداً لا زاهرة العمد نعم ممكن أما ثقابة العمد من الوجهة ومن الناحية التربوية والذي أخبرت الآخرين المصطح بها هو البعد عن الشيك برازيل والذي أخبرت لأن ثقابة العمد ليس مصطلع مقبولاً إنما ممكن زاهرة العمد ومن الناحية التربوية ومن الناحية التربوية يقول فهو البعد يمكن أن نتعلم أشياء مفيدة من الناحية ولكن لا نتجوه فأتزاكم الله خير ونهام والحمد لله في هذه القرصة السعيدة نورلن نهاية هذه الجلسة سبحانك الله ومحمدك نشهد الله إلى الله أكبر ونحطه لك والسلام عليكم ورحمة الله شكرا